تحت غطاء تركي تسعى المعارضة السورية إلى تأسيس جيش وطني لتأمين مناطق سيطرتها في الشمال السوري تأسيس هذا الجيش جاء بعد تهديد قوات النظام باستعادة السيطرة على كامل البلاد يتألف الجيش الوطني السوري المدعوم تركيا من حوالي 35 ألف مقاتل ويضم أكبر الفصائل في المنطقة قانون الجيش الوطني يقضي بمنع المقاتلين من إطلاق النار العشوائي كما يمنعهم من إدارة السجون أو اعتقال أي مواطن إلا بموجب كتاب رسمي من القضاء في السابق فشلت المعارضة في توحيد صفوفها بسبب صراعاتها الداخلية وتعارض أهداف الدول الأجنبية التي تدعمها لكن قد يختلف الأمر بالنسبة إلى الجيش الوطني نظرا للانتشار التركي على الأرض فالقوات التركية توغلت في الشمال الغربي السوري على مرحلتين الأولى خلال عملية درع الفرات ضد تنظيم داعش عام 2016 والثانية خلال عملية غصن الزيتون بعد طرد وحدات حماية الشعب الكردية من عفرين ترجمة نانسي قنقر